عبر اسكايب من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرقى أوسطية أهلا بك دكتور فؤاد نعم دكتور فؤاد إذا سمحت لي دعني أبدأ معه بأسترزينيكا تحديدا يعني أصبحت الآن الأقاويل تقول أنه سيتم تطعيم بمنهم دون 65 عاما لماذا دكتور فؤاد للأسف شركة أكسرال يعني كثير من التصريحات اللي عملتها غير مكبولة في هاي الأيام ليش؟ لأنه في أول ما بدأ البحث كانت خصوصا في أوروبا واعدي في أشياء كثيرة وهس في مشاكل كثيرة مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأوروبية عشان هيك من ناحية عدد الجرعات وفي نفس الوقت لم ينعطي هاي الجرعات ليش؟ لأنه أثبت زي ما صار في لقاع شركة فايزر أنه كثير من الأعراض الجانبية تظهر في المسنين وخصوصا المسنين اللي عندهم أمراض مسنين خطيرة عشان هيك حسب رأي الشركة بدها إنها تغدى أول شيء متعكدة للأشخاص اللي بتعطيهم النقاح عشان هيك يختارها جيل أكل من خمسين أو خمس وخمسين سنة بس حسب رأي هذا خطوة غير مفيدة بالنسبة لجميع الأشخاص الذين عندهم شكوك عن اللقاحات لازم كانت تعمل محوظ كبير ما تعلن عن هذه الخطوة نعم إلى أي مدى هذه الأرقام مطمئنة دكتور فؤاد نحن نتحدث عن 101 مليون إصابة على مستوى العالم من توفاهم الله وصلوا إلى مليوني حالة وفاة نحن الآن نتحدث تقريبا عن نسبة 1 أو 2% من الرقم الإجمالي البعض كان يتحدث أن عدد الوفيات من فيروس الألف الونزة العادي ربما يفوق هذا العدد إلى أي مدى؟ بالفعل هذا الرقم مطمئن ويمكن القول أن البعض فهم فيروس كورونا أنه أشد خطورة من الأرقام التي تعلن السؤال المهم جوابين الجواب الأول أنه عندنا نسبة 1 أو 2% من اللي بتوفره مع كورونا فيروس لازم نحن نكامل أنه مع كورونا فيروس حياته مثلاً أصيبه وهو في المستجرة ثانياً بالنسبة لنسبة اللي بتعافه من كورونا فيروس وصلنا لها نسبة 75% وهذا نفس الإشي رقم مهم ومفيد نحن من البداية تكلمنا عن فيروس كورونا غير خطير بالنسبة لنسبة اللي بتوفر للأسف العالم ومنظمة الصحة العالمية وكثير من وزراء الصحة لم ينصح للطباء بعمل تشريح جثث لأنه لو عملنا تشريح جثث أجبتنا كثير من الأشياء أو تعرفنا على أشياء كثيرة منهم ربما ما تبتته بريطانيا دكتور فؤاد بعد عملية التشريحة أن هذا المرض من الممكن أن يثبت تغلط في الدم وهذا لم يكن يعي إليه الكثير من المرضى نعم بس في عنا بحوث كثيرة في العالم في ألمانيا في إيطاليا في كثير من الأشخاص اللي يعملوا تشريح جثث تقريباً الأغلبية عندهم جلطات دموية والجلطات دموية سببت أن الأشخاص يتوفر هذا نوع من البحوث اللي كانت تنعمل عشان نعرف أكثر صفات الفيروس وتأكد مع تشريح جثث أنه دخل في جميع أعضاء جسم الإنسان هذا من طرف من طرف ثاني أنه القورونا فيروس ليس هو خطير كنسبة توفي مثل أنواع من الفيروس من إنفلوينسا اللي سببت توفي عدد أكبر عشان هيك إحنا اليوم عنا إحصائيات نقصة ما هي؟ كم عدد المصابين في العالم؟ لأنه إحنا بنتكلم عن أزهد من مئة مليون مصاب بس يومياً بنشوف كل ما بنعمل مسحات أزهد كل ما بنلاقي مصابين أزهد عشان هيك فيه مصابين كثيرين اللي بعرفوش إنهم مصابين لأنهم ما عملوش مسحة في نفس الاشي كم هو عدد الأشخاص اللي توفوا من كورونا فيروس وليس مع كورونا فيروس نعم طبعاً أنا بشكرك على هذا الحديث وعلى كل هذه التفاصيل ضفنا عبر سكايب من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرقى أسطية شكراً جزيلاً لك دكتور فؤاد